اعتداء في ظاهره لميليشيا أسد وفي حقيقته لجيش الاحتلال الروسي يستهدف خطوط نقل النفط البحرية في ميناء بانياس بطردوس والخاضع لسيطرة موسكو وقواتها العسكرية في سوريا وزارة النفط والثروة المعدنية التابعة لميليشيا أسد لم تخفي الخبر وسرعت للإعلان عن خروج ستة من خطوط النقل البحرية في بانياس عن الخدمة بعد تعرض ثلاثة مرابط لما اسمته عملية تقريبية المصادر الإعلامية التابعة للميليشيا الطائفية أكدت أن عملية الاعتداء تمت عبر زرع عبوات ناسفة على ستة خطوط نقل دون أن تتجرأ هذه المصادر إلى اتهام أي من الأطراف الفاعلة في المنطقة وكانت صحيفة روسية قد نبهت جيش الاحتلال الروسي في سوريا قبل نحو شهر إلى احتمالية أن يصبح ميناء بانياس هدفا عسكريا لإيران داعية إياه إلى اتخاذ كافة التدابر اللازمة خصوصا وأن إيران أبدت رغبة كبيرة في الاستلاء على مدينة بانياس وفرض سيطرتها على مينائها البحري وظهر ذلك جليا من خلال وصول قفلة نفط إيرانية لساحل بانياس في الخامس من أيار الحالي قبل أن تستولي روسيا عليه بشكل تام وتفرض سيطرة عسكرية في الساحل السوري عبر قاعدة حميميم العسكرية والقاعدة الروسية في طرطوس ترجمة نانسي قنقر